يا من كنت تكفرنا وتبدعنا بالأمس حقيقة لن تجد وأقسم بالله العظيم على هذا لن تجد الأجوبة عن كل ما يجول في خاطرك إلا بالرجوع إلى طريقتنا اقرأها بتجرد فقط لترد عليها نعم يا أخي بتجرد لكن رد عليها بعد ذلك نصيحتي لكل نجدي أو كل وهابي في العالم أن يقرأ عقيدتنا من مصادرها الأصلية بنية الرضي يا أخي لكن بعد أن تفهم أنا أطلب منك أن تبذل عشرة أوقات عشرة أضعاف الوقت في الفهم ورد بعد ذلك ثق تماما لن تكون إلا أشعرية لأن هذا طريقة الأمة ليست طريقة كما أهومكم واحد اسمه أبو الحسن الأشعري وكان معتزلي وبعد ينتاب لا 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 هذه طريقة السواد الأعظام التي ارتضتها أمة الإسلام التي عندها جواب لكل مسألة ليس تناقضات ليس اسكت 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 العقل لا يقبل منك أن تسكت يريد أن يعلم منهج السكوت هذا كان في فترة من فترات ناجعا ونافعا قبل أن ينفتح العالم الآن المسلمون جميعا في حالة انفتاح والكفار أيضا بعضهم يبحث عن الهداية وبعضهم يريد أن يطعن في ديننا فمن يبحث عن الهداية الجواب عندنا عند المدرسة الأشعرية ومن يبحث عن انتقاص ديننا فالرد سيكون عندنا كل عاقل رشيد يقض عنده تقوى ليس عنده كبر لا بد أن يرجع للأشعرية قل لا بد وهو يقارن ويرى شيوخه يرى أقطاب هذه المدرسة وهم عندهم ثغرات الله بها علي وهم يحاربون التيار الأعظم للأمة الإسلامية فليس غريبا وليس مستغربا من كل عاقل الأغبياء لا نريدهم وأيضا هذه دعوة من عندي كل واحد يرى في نفسه الغباء فليتحول الوهابية من جماعتنا هؤلاء يرى نفسه لا يفهم جيدا أن الوهاب يرحبون به وليكتب سجل برنامج لماذا تركت الأشعرية سيكون الجواب واحدا لا مثيل له لأنه غبي التارك هذا لا أكثر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم